في جنوب شرق تركيا وتحديدا في مدينة أورفا تتزايد أعداد السوريين يوميا القادمون من شمال سوريا هربا من آتون الحرب هناك ومع هذا التزايد برزت للسطح مشكلة جديدة ألا وهي تقديم الطبابة لهذه الأعداد الكبيرة الحكومة التركية بدورها تقدم الطبابة المجانية للسوريين ولكن هناك مشكلة تعترضهم ألا وهي اللغة حيث أن الأهالي لا يستطيعون شرح الأعراض المرضية للطبيب التركي هذه الحاجة دعت القائمين على هيئة دير الزور الموحدة فورات لإنشاء مركز طبي في المدينة كوادره من السوريين يقدمون الاستطبابات لهم بشكل مجاني المركز الطبي هو عبارة عن مركز مجاني يقدم أربع خدمات طبية أربع عيادات وهي الداخلية النسائية الأطفال العيادة السنية كما يقدم المركز أدوية مجانية للمرضى جميعا والتحاليل المجانية يعني المركز شبه مجاني بشكل كامل والحمد لله يستقبل المركز يوميا قرابة المئة حالة تتنوع بين الداخلية والنسائية والسنية والأطفال ويقدم المركز خدمة تخطيط القلب والتصوير الشعاعي الإيكو وعن الحالات التي لا يستطيع المركز تقديم الخدمات الطبية لها يقول الدكتور مازن احنا فيه إجراءات تطلب المشافي يعني فإحنا عم نحول على مشفى الخمسمية وعم يتابعوا الخدمات للمرضى المريض اللي يحتاج قصطرة قلبية اللي يحتاج إيكو قلب اللي يحتاج أي إجراء استقصاء باضع فعم يتابع بمشفى الخمسمية ويرجع علينا حتى أخذ العلاج من المشفى ونتابعه هنا عندنا فيه مراجعات أكيد ومتابعات؟ طبعا أكيد احنا على متابعة مع جميع المرضى المزمنين والمرضى اللي يجون بالحالات الحادة أي مريض هم يراجعنا ونظلم تابعين علاجه إلا ما ينتهي العلاج يقوم هذا المركز على سواعد أربعة عشر طبيبا وإداريا يقدمون خدماتهم الطبية شهريا لآلاف السوريين الذين لم يستطيعوا شرح وجعهم لطبيب تركي أو أن الحاجة المادية هي من أتت بهم إلى هنا أنا سترريسي أوريانت نيوز تركيا